شيء للهموم والمشاكل ياما بتضيع ناس وبتأثر على صحتهم والمعافرة مع الناس علشان تثبت انك مش غلطان وعندك حق بيأثر العمر ولما تحس انك مغدور بي وتحس بالقهر لازم تقع وصحتك ما تستحملش اللي بيحصل فيك وده اللي حصل مع بايومي فؤاد اللي صحينا على خبر انتقاله للمستشفى وانه على جهاز التنفس الصناعي وده حصل فجأة وهو في البيت وابنه وولاده نقلوه للمستشفى فورا بس لسه محدش عارف تشخيص ولا تفاصيل الموضوع لحد دلوقتي بس كمان ابن بايومي فؤاد على جهاز التنفس جنب والده وده بقى لسه لحد دلوقتي محدش عارف هل هم اللي اتنين حصل لهم حدثة قدت للاختناق ولا كورونا ولا اضطراب اعصاب ولا ايه ومحدش منهم ولا من اهل بايومي فؤاد بيرد علشان يقول للناس اي تفاصيل بس الاكيد ان بايومي فؤاد اتعرض الفترة اللي فاتت لضغط عصبي كبير جدا بعد اللي حصل معاه والهجوم اللي كان محوطه طول الوقت بعد ما خرج وهاجم محمد سلام في موسم الرياض وده اللي اكده ناس مقربين منه وانه كان في حالة حزن كبيرة ونفسيته كانت متأثرة جدا بكل اللي حصل معاه والصفحات بتاعته على السوشيال ميديا اللي كان عليها الهجوم للنهار واللي اضطر ان يقفلهم ويتخلى عن اي تواصل مع الناس والحزن اللي كان بيعيش واثر عليه نفسيا وصحيا وكان بيعاني من وعاكات صحية بس بيكابر ومش عايز يبين انه تعبان او عنده مشكلة صحية بس حزنه ده كان بيخليه يقعد لوحده كتير ومش بيتعامل مع حد بعد الازمة مباشرة ولما خرج وقال على المسرح احنا بنقدم فنه مش جايين نلعب وان من حق محمد سلام يعتذر عن المسرحية وما يشاركش فيها بس مش من حق ان يحرق زميله بالشكل ده وبعدها ناس كتير قررت تقطعه وكمان قطعوا المطعم بتاعه وده سبب ليه خسارة من نوع مختلف تماما بس حاول وقتها بعض الفنانين في السعودية انهم يخففوا حزنه ورحولوا المسرح في البروفا وباسوا راسه وجابوله تورتة علشان يقولوا انهم بيحبوا وبدعموا وده طبعا فرق معا جدا وقتها وخاصة انه كان حاسس ان الجمهور مش متقبله وخسر جزء كبير منه بقيومي كمان كان عنده حالة من النشاط الفني الفترة اللي فاتت في مصر والسعودية وبدأت بمصرحية زواج اصطناعي واللي كانت سبب مشكلته مع محمد سلام ومصرحية تطبق الشروط والاحكام مع اكرم حسني ومصرحية مسلس برهومة مع الفنان اشرف عبد الباقي ومصرحية السندوق الاحمر مع ليلة علوي ده غير بقى الافلام اللي فيها نزل السينما وفيه لسه منزلش لحد دلوقتي زي انا وابن خلتي والاسكندراني وكرت شح ومستني كمان فيلم مع خالد الثاوي وده بقى شكله هيكون فيلم من نوع مختلف وهو بلاس 18 يعني بيومي فؤاد بدأ يدخل في حتى تانية خالص في الافلام والسينما وده بقى اسمه اصل الحكاية وطبعا لسه فيه مسلسلات رمضان اللي بيشارك في تصويرها دلوقتي علشان هتتعرض في الشهر الكريم يعني بعيد عن الضغط العصبي والنفس اللي كان عايش فيه كمان زاد عليه الضغط المهني اللي زود من الارهاق والتعب شوية حلوين يعني بيومي فؤاد بقى متحوت من الشغل من ناحية ومن الناس اللي ضغطت عليه من ناحية تانية بس كل الضغط ده اتغير اول ما ابنه اعلن اللي حصل ليه وانه في المستشفى دلوقتي واللي شفناه ان الزعل مش بيدوم لان الناس كلها بدأت تسأل على صحته وعايزة تطمن عليه وتعرف اخباره ايه وايه اللي حصل له وكأن الهجوم اللي حصل في الفترة اللي فاتت ده ما مرش ابدا وما حصلش وكل اللي هجموه بقى عايزين يعرفوا عامل ايه دلوقتي مها اصل المرض والصحة ما فيهاش تهريق ولا زعل وبيقدروا يمحوا اي حاجة مهما كانت كبيرة وهي فرصة يعرف منها بيومي فؤاد قد ايه الناس بتحبه وخيف عليه وان اللي حصل من الجمهور ضده كان محبة وغلاوة مش اكتر واحنا دلوقتي في حالة انتظار تطورات الحالة الصحية لبيومي فؤاد والجمهور اللي بيحبه بيتمنى ان يقوم بالسلامة وما يصيبهوش اي مقروح شكرا